بسم الله الرحمن الرحيم تسليما كثيرا أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أذي بدء أتقدم بشكر جزيل لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على حرصهم الدائم على تكثيف البرامج الدينية والتوعوية والتي من شأنها زيادة تمسك الناس بدينهم بصورة سليمة وصحيحة وشكر موصول لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله على إقامة هذه السلسلة المباركة في هذا الموضوع المهم والذي يحتاجه كل إنسان في حياته الدينية والدنيوية عنوان هذا اللقاء أثر سلامة المعتقد في الأمن الفكري وجوانب الوسطية والاعتدال كم نحن بحاجة إلى الحديث عن هذا الموضوع لا سيما في هذا الزمن فالوسطية سمة من سمات هذا الدين ومظهر من مظاهره الكبرى والتي تتجلى في كل جوانب هذا الدين في جميع جزئياته وكلياته ولذلك وسم الله هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط هنا بمعنى الأفضل والخيار كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أما الوسط بين طرفين فهو من المعنى اللغوي لكلمة وسط فالواو والسين والطاء بناء لغوي بمعنى العدل وأعدل الشيء أوسطه ووسطه ويراد به الوسط بين الطرفين كالرجل بين الرجلين أما المعنى الاصطلاحي للوسطية فهو لزوم الاعتدال في الاعتقادات والعبادات والمعاملات من غير إفراط ولا تفريض فالدين ينظم للإنسان حياته فيحقق الاعتدال في كل جوانب حياته الدينية والدنيوية فينعكس ذلك على تعامله مع ربه ونفسه وأهله ومجتمعه ووطنه والعالم بأسره وبذلك يتحقق الأمن بكل أنواعه وأشكاله المعنوية والحسية وعلى ذلك فالخطاب الإيماني في كتاب الله وفي سنة رسول الله جاء لتحقيق أهدافه على مستوى الفرد والمجتمع والأمة ويجمع هذه الأهداف أن يحيى الناس في مأمن من الانحراف والضلال آمنون على دمائهم وأعراضهم وأموالهم فوقاية العقل من الشبهات التي تغتاله ووقاية القلب من الشهوات التي تجتاله هذه الوقاية هي مقصد شرعي لازم في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وشيخ الإسلام بريتمية رحمه الله قال كلاما بديعا عن هذا الدين فقال جماع الدين أصلان أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده سبحانه إلا بما شرع قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بيّن لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة فكل ما يحدث في دين الله من غير ما جاء به الكتاب والسنة فهو ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال الله سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولهم يحزنون وكماننا مأمورون أن لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى وأن لا نتوكل إلا عليه وأن لا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا به وأن لا تكون عبادتنا إلا الله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فالقيام بمقتضى الشهادتين هو الدين الذي أمر الله به واستحق المتمسكون به وصفة الوسطية ولهم الشهادة على الأمم قال الله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الفتح قال محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ذلك مثلهم في التوراة فالله سبحانه وتعالى بين وخاطب اليهود الذين أنزلت عليهم التوراة خاطبهم بالصفات التي جاءت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والتي ستكون عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال سيماهم في وجوههم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال عنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم فلماذا خاطب الله سبحانه وتعالى اليهود بذلك لأن اليهود قد قصروا في الجوانب الروحية فبيّن الله سبحانه وتعالى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة تحقق التوازن والاعتدال والوسطية بين الجوانب الروحية والجوانب المادية ولذلك خاطب الله اليهود بما ينقصهم لأنهم ركزوا على الجوانب المادية فبيّن الله سبحانه وتعالى أن أمة محمد عندهم جوانب روحية كما أن عندهم جوانب مادية ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ولاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد خاطب النصارى بالجوانب المادية الموجودة عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن النصارى ركزوا على الجوانب الروحية وقصروا في الجوانب المادية فأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد حققت الاعتدال بين هذا وبين هذا بين الجوانب المادية والجوانب الروحية ولذلك هبو الدرداء رضي الله عنه عندما آخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه دخل سلمان الفارسي على أم الدرداء فوجدها متبذلة فقال لها يا أم الدرداء ما لأراك متبذلة لا تتجملين لزوجك فقالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له مأرب في الدنيا فأبو الدرداء رضي الله عنه قد مال إلى العبادة وتحقيق الدين لكنه قصر في جوانب الدنيا فقال له سلمان الفارسي قال له يا أبو الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فذهب سلمان الفارسي وأبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقصوا عليه ما حدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان هذا يدل ذلالة واضحة على أن ديننا دين يحقق الاعتدالة والوسطية في كل شيء ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات قال والترغيب والترجية يؤتى بها في مقابل المتشدد في الدين وقال أيضا والترهيب والتشديد يؤتى به في مقابل المتساهد في الدين ثم قال فإن لم يكن هذا ولا هذا ضيط التوسط لائحا والاعتدال قائما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت غنائم البحرين وأقبر الصحابة رضي الله عنهم لأخذ الغنائم واقتسامها أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وقسمها عليهم عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيهم درسا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم عليهم قال ما الفقرة أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهرككم كما أهلكتهم هنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنهم قد مالوا إلى الدنيا فأراد أن يزجرهم عليه الصلاة والسلام ويردعهم ليعودوا إلى الطريق الوسط في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ثلاثة نفر قال أحدهم يا رسول الله أنا لا أتزوج النساء وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث أنا أقوم ولا أنام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني هنا اللغة مختلفة عن اللغة التي في حديث أبي عبيدة لماذا؟ لأنهم هنا مالوا للدين فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يعيدهم إلى الطريق الوسط الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وابتغي فيما أتاك الله الدارة الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا هناك اللغة فيها لغة في حديث أبي عبيدة اللغة كانت لغة زجر وردع وفي اللغة الثانية أيضا لغة فيها أيضا زجر وردع لكن من باب آخر هناك يريد أن يعيدهم إلى الطريق الوسط بين الدين والدنيا وأيضا كذلك في الحديث الآخر أيضا يريد أن يعيدهم إلى الوسط ليتوازنوا أيضا بين الدين والدنيا ولذلك فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهم هذا المعنى العميق فقال كلمته الشهيرة قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا هذا هو ديننا دين فيه وسطية وفيه اعتدال وفيه اتزان في كثير من تفاصيل هذا الدين في جزئياته وفي كلياته ويشمل ذلك جميعا جوانب هذا الدين ولذلك لن نستطيع أن نفهم الدين حتى نأخذ الدين كاملا أما أن نستزئ جزءا من الشريعة ونبني عليه أفهامنا فإن ذلك يحدث خللا كبيرا لدى الإنسان في عقله وفي فهمه للدين فلا تستطيع أن تفهم مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما لولد الدنيا ما أنا إلا كراكب الاستظلة تحت شجرة ثم راح وتركها وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خاضرة قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء لا تستطيع أن تفهم هذه الأحاديث مرتزأة إلا إذا ضممتها إلى السياق الشرعي كاملا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء هو نفسه قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي زجر هؤلاء الثلاثة حينما قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر ولا أقوم ولا أنام والثالث قال أنا لا أتزوج النساء فنبي عليه الصلاة والسلام زجرهم لأن هناك معنى لهذا الدين يجب أن يفهم بشموليته وأن يفهم على الفهم الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى وذلك كثير من الجماعات المنحرفة التي ضلت عن سبيل الله كان من الأسباب التي أوصلتهم إلى ما هم عليه هو الفهم المجتزة لدين الله سبحانه وتعالى وذلك قال ابن القيم رحمه الله وصحة الفهم وحسن القصد من أعظم ما نام الله بهما على العبد بل هما ساقى الدين لاحظ هنا يقول صحة الفهم لا بد أن يكون هناك صحة في الفهم والأمر الآخر الذي هو حسن القصد فلا يكفي أن يكون الإنسان صاحب فهم صحيح بل لا بد أن يكون هناك نية خالصة لله سبحانه وتعالى وبذلك يحقق الإخلاص ويحقق المتابعة قال ابن القيم ما أفسد الدين إلا سوء فهم أو سوء قصد إما إنسان عنده علم لكن نيته سيئة فيضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى بسبب نيته ويضل أيضا كذلك بسبب نيته والآخر عنده نية صحية لكنه لا يملك فهما صحيحا لدين الله فيضل عن سبيل الله بسوء فهمه فلا بد من هذا وهذا وذا قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين فنحن بذلك نحقق التوازن في ديننا في أفهامنا في اعتقاداتنا التي تنعكس على سلوكنا وتعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى ومع أنفسنا ومع مجتمعنا من حولنا ومع العالم بأسره وهل السنة والجماعة متزنون في كل شيء فلو لاحظنا كيف أن أهل السنة والجماعة كيف يتعامل أهل السنة والجماعة مع صاحبي الكبير نجد مثلا أن المعتزلة والخوارج يكفرون صاحب الكبير وعلى النقيض يأتي المرجئة الذين يقولون أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان فالإيمان لا يزيد ولا ينقص بالأعمال الإيمان عندهم قول باللسان اعتقاد واعتقاد بالجنة أما أهل السنة والجماعة يعني هؤلاء في أقصى اليمين وهؤلاء في أقصى الشمال فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء وهذا هو الاتزان وهذا الاعتدال يرون أن مرتكب الكبير مذنب وأنه عاصي وأنه مقصر وأنه مجترع على الله سبحانه وتعالى لكنه ليس بكافر ولا يخرج من دائرة الإسلام وهذا هو الاتزان الذي جاء به هذا الدين فإذا كان الإنسان بهذه الصورة ما لا شك فيه أن ذلك سينعكس على سلوكه وتعامله مع الآخرين ويحقق ذلك كل جوانب الأمن في الحياة ويمكن تفصيل معالم أهداف الخطاب الإيماني في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي منها الترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هنا يقول السعد رحمه الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه والتي بينه بين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطعتهم والتي بينه وبين أصحابهم من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر والتي بينه وبين الخلق من العقود المعاملات كالبيع والإيجارة ونحوهما وعقود التبرعات كالهبة ونحوها بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قول إنما المؤمنون إخوة بالتناصر بالحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلي يكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أيضا كذلك من المعالم ترسيخ السلامة المجتمعية في كتاب له في سنة الله وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربة واليتاما والمساكين والجال ذي القربة والجال الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل لاحظ هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يوجه هنا بهذا الخطاب الذي يحقق فعلا السلامة المجتمعية يحقق الأمن بين الناس قال السعدي رحمه الله معلقا على هذه الآية قال يأمر الله عباده بعبادته وحده لا شريك له وهو الدخول تحت رق عبوديته والانقياد الأوامره ونواهه محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة وينهى عن الشرك به سبحانه لا شركا أصغر ولا شركا أكبر إلى نهاية كلامه رحمه الله أيضا كذلك من المعالم ترشيد العقل والفطر السليم قال السعوة تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تفديل لخلق الله ذلك الدين القيوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي الصحيحين في الحديث أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله سلم ما من مولود إلا ويولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه رابعا تحقيق وحدة الأمة وتحريم الفرقة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتي ولا تموتنه إلا وأنتم مسلمون ثم قال الله جل وعلا بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته بنعمته إخوانا وفي الصحيحي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابر وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أيضا من معالم هذا الدين تحريم الحزبية البقيتة قال الله سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ومن معالم هذا الدين تحريم ظلم الآخرين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ومن أعظم من نواع القسط القسط في المقالات والقائلين وأن يعدل الإنسان في قوله على من يحب ومن لا يحب واستدراكا للوقت ننتقل بعد ذلك إلى العلاج أول أمر ينبغي أن نذكر أنفسنا به لكي نسير على الطريق الذي أراده الله ونطبق دين الله كما أراد الله هو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ينعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ينعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله فالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وسلم هي الوصية الخالدة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وكانت من آخر وصايا عليه الصلاة والسلام فالضمانة التي تضمن لنا أن نسير على الطريق الصحيح وعلى الطريق المستقيم هو أن نسير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر انحرافنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله سلم يصيبنا خلل في حياتنا بقدر انحرافنا كلما تمسكت بكتاب الله وسنة رسول الله سلم أكثر كان ذلك سببا رئيسا في أن تستمر وأن تقطع مفازة هذه الحياة وأنت في مأمن في دنياك ومأمن إن شاء الله عندما تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة وينجيك الله سبحانه وتعالى من النار أيضا من الوسائل المهمة نزوم جماعة المسلمين وإمامه وهذا مما لا شك فيه أن يلتزم الإنسان جماعة المسلمين وإمامه هذا واضح جري في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم وحتى في القضايا التي تتعلق بالشأن العام قال الله سبحانه وتعالى وإذا جام أمر من الأمن أول خوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فالله سبحانه وتعالى ذكر هنا أن الناس يعودون ويجب عليهم أن يعودوا إلى أولاة الأمر وإلى العلماء فجمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين السلطة السياسية والسلطة الشرعية وذلك قال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أي بغير هذا الطريق الذي هو الرجوع للعلماء وإلى الأمراء ولاة الأمر فإن ذلك يكون من طرق الشيطان وبما سعود رضي الله عنه كان يقول كلاما جميلا عن نزوم الجماعة قال إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة ولذلك ملازمة العلماء والرجوع إلى أولاة الأمر هذا ما نشك فيه أنه من أعظم الوسائل التي تحقق الأمن في المجتمع لذلك يقول القراءة في رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظم الأمراء والعلماء لا يزال الناس بخير ما عظم الأمراء والعلماء وإيضا كذلك من وسائل العلاج ترك التحذبات والانتماءات للجماعات الضالة والمنحرفة والمتطرفة والتي تفسد على الإنسان دينه وعقله ومعتقده ولذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا من التفرق والتشرذ والتحذب بكل ألوانه وأشكاله وأطيافه ومشكلة التحذب أنه يغلق العقل فلا يرى الإنسان سلبيات وأخطاء من ينتمي إليهم ولا يرى إيجابيات من يخارفهم فيكون مقياس الحق والباطل وما تقوله جماعته وليس ما يقوله الكتاب والسنة فلا يعتمد في معرفة الخطأ من الصواب لا يعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله وأنهم يعتمد على ما جاءت به جماعته وما تقوله جماعته وحزبه الذي ينتمي إليه حتى مقياس الولاء والبراء يكون مبنيا أيضا على ذلك ولذلك هذا الأمر في غاية الأهمية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي هذه الفرقة الناجية فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الضمانة للنجاح والالتزام بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وعن خلفاء الراشدين وعن صحابته الكرام هذا الحقيقة ما تيسر إراده في هذه المحاضرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسنة أولئك رفيقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح كما سأله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد أمنها ورخاءها وعقيدتها واستقرارها وولاة أمرها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وأن يرزقنا التمسك والالتزام بكتاب الله وبسنة رسوله ونثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عننا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمننا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن توفقهم لكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد ولكل ما فيه عز وصلاح للإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى الله وصحبه أجمعين